انت اسبرافكا هو الله البعناتة يكتبها فانا ايه يعني عشان ما ايه ما نسيبش الفضل لنفس الفضل طبعا لله اولا ثم لعباده فانا عندي الحمد الله اتنين رجال هم زال عسل يسين واشنو شنو قالولي يعني الناس دي برضا قبل وجه الله فاي حد عنده معلومة لوجه الله حابب ان انا اذكرها نيابة عنه على القناة الفقيرة لله دي انا تحت امر وخدامه بس ما تجبو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة باذن الله نتكلم في فيديو ازاي انت تتحول اقامتك المواقتة بغرض الدراسة اللي هي بواقع الدراسة لي اقامة مواقتة بواقع الزواق في عدة اقاويل اه طرحت في الموضوع ده في اخونا واستاذ يسين يسين مغربي قال لك رأي اللي هو ان الطالب ممكن يغير من اقامته المواقتة بغرض الدراسة لي اقامة المواقتة بغرض الزواج بعد ان هو يتم اجراءات الزواج بمعنى الشاب بيدرس عادي ربنا كرموا قابل فتاة اوكرانية حبوا بعض وتجوزوا بعد الزواج بيروح يطلب تغيير اقامة المواقتة بواقع الدراسة لي اقامة مواقتة بغرض الزواج طيب واحد يسألني يقول لي هتفرق ايه ما دي اقامة مواقتة ودي اقامة مواقتة تفرق كتير في ايه هتفرق هتفرق حضرتك ان اقامتك المواقتة بواقع الدراسة هتنيها تتجدد يا اما سنويا يا اما مرة احدى اربع سنين على حسب الكل في مدن او محافظات جمهورية اوكرانية يعني في محافظة مثلا زايد نيبرو على سبيل المثال بتعمل الاقامة المواقتة للطالب اربع سنين متتالية كارت كده اربع سنين متتالية وربعات طب مش يمكن الطالب يسقط ماشا ما يسقط بقى هما يفصلوا الدراسة ويفصلوا يقوله الكارتن ده مش موضوعنا ومش ده الفيديو ده عن الموضوع ده ولكن الفرق اللي هو ما بين الاقامة المواقتة بتاعة الطالب والاقامة المواقتة بتاعة الزواج ان اقامة المواقتة بتاعة الطالب اول ما تخلص الغرض اول ما يخلص الغرض بتاعك من الدراسة يعني تاخد شهدتك باذن الله وربنا يكرمك حضرتك لازم تغادر للبلاد لانك انت كده جيت خلصت دراستك وخدت شهدتك وتجلت على الله اما الاقامة المواقتة بواقع الزواج فانت بعد سنتين من اتمام عقل الزواج بتحصل قاديها على الاقامة الدائمة بمعنى انك بتاخد اقامة مواقتة سنوية لمدة سنة بتتجدد لك لسنة تانية وبعد مرور سنتين بتقدم على الاقامة الدائمة طيب واحد يقول لي طب هاخد الاقامة الدائمة على طول بعد مرور سنتين في شوية تحريات امنية وصعبوا بعض الاجراءات فبقا ادت المعملية بتطور كان في الاول بتاخد لها من شهر لثلاث شهور دلوقتي من ثلاث شهور لتسع شهور لحد ما تستلم الاقامة الدائمة فبتجدد الاقامة المؤقتة مرة كمان يعني يعني اعتبر ان انت بتاخد اقامة مؤقتة تلاث سنين واربعات هي مش تلاث سنين وما ياخد من ثلاث شهور لتسع شهور وكل اميجريسيوني سلوشبة وليه سيستيمه في الشغل او طبيعة عمله في انهاء الاجراءات بالنسبة المتقدمين للحصول على الاقامة الدائمة فكده احنا عرفنا الفرق بين الاقامة المؤقتة بواقع الدراسة والاقامة المؤقتة بغرض الزواج انك بعد ما هتتجوز بسنتين هتروح تاخد الاقامة الدائمة تقدم اما بتاعت الدراسة طول ما انت بتنجح عملها بتتجدد لك مفيش مشاكل ان شاء الله طوات خمس سنين في البنط طيب ياسين بيقول لي وده الراجل محترم جدا ربنا يا جزيخ خير مغرب الجنسية اللي ممكن عادي غير اقامته المؤقتة بواقع الدراسة بسيل اتشوبة اتشوبة يعني دراسة لإقامة مؤقتة بسيل براكي يعني بواقع الزواج من غير ما يخرج من اوكرانيا طيب ده بتسم بيتم في السنة التحضرية لا بتسمش في السنة التحضرية يعني انت لو جوزت في السنة التحضرية كده كده هتطلع ده اللي انا سمعته وعرفتم وده بعدين طيب لكن اما يتعمل معك العقد بعد السنة التحضرية اللي معرفش بيسموها ليه الطلاب البدفق لغويا اصلا بلغة انجليزية يعني ايه بدفق غلط لكن خليها بدفق بعد البدفق بقى ان شاء الله بتدخل السنوات الدراسة النظامية يعني سواء تدرس طب بتدرس هندسة بتدرس اي اقتصاد تجارة اي حاجة تانية بالموضوع ده بيتم معاك وتجوزت بقى في الوقت ده دي اتبقى انت ممكن تغير اقامتك المؤقتة لانك انت بقيت طالب رسمي داخل دولة اوكرانيا لاقامة مؤقتة بواقع الزواج وما بتسافرش ما بتسافرش طيب في حاجة صغيرة بتتعدل لازم تعرفها او لازم تعرفوها شباب بالنسبة للطلاب اللي هي بتدرس في اوكرانيا وبتسأل على الموضوع ده واتجوزت اوكرانيا البرابيسكا بتاعتك او عنوان التسجيل على اقامتك المؤقتة وانت طالب هي الفيبش الجيدي اللي هو بيته الطلاب اللي المندوب بتاع الدراسة بيعمله لك طيب انت ما بتيجي بتغير اقامتك المؤقتة لطالب من طالب ليه او متزوج طبعا البرابيسكا او العنوان ده مش هينفع معاك طب واحد يسألني يقول ليه انا اقول لك ليه دلوقتي انت راجل اتجوزت اتقعد انت ومراتك في بيته الطلاب يعني عنوانة كايبه بيته الطلاب ولا انت تبقى قعد في بيته الطلاب متسجل عليه وهي متسجلة مثلا عند ابو امه ده ما اسموش جواز لازم الراجل الزوج والزوجة يبقى في مكان واحد فلازم حضرتك قبل ما تقدم على الخطوة بتاعت تغيير الاقامة لازم تكون عندك حل لموضوع البرابيسكا بتاعتك او التسجيل الجديد بتاعك عشان اما تفصل نفسك من تسجيل الفيبشي جيتي او بيته الطلاب تلاقي عندك عنوان تسجل عليه نفسك ويفضل طبعا ان يكون العنوان ده متسجل عليه مراتك كمان على اساس مستقبل ان انت بتقدم على الاقامة دايما ميطلع لكش عزر او يطلع لك سبب للرفض ان حضرتك متسجلة على عنوان ومراتك متسجلة على عنوان تايب بعض الاحيان بيمشي ليه لان بتبقى الظروف بتبقى مختلفة طبعا يعني ازاي مختلفة ممكن هي بالتانية بتسجلة عند ابو امها وانت بتسجل على مكان تاني بس الهدف او الغرض ان انتو بتكونوا قاعدين في اا مكان واحد دي ما فيهاش مشكلة كبيرة يعني هم عشان يحلوا المشكلة دي او يشوفوا الدنيا ماشية ازاي هيعملولكوا استدعاف الاسبق او الامن الوطني وهيبدأوا يسألوكوا ويتحروا او هم ممكن يتحروا من غير ما يبعتلكوا تروحوا تقابلوهم ويتقابلوهم انتو الاتنين يعني هما بيتحروا بقولك تجيب مراتك وتيجي يتصل عليك ولك تجيب مراتك وتيجي ده اا رأي اللي هو بتاعي ياسين لينا اخ اسمه سامح اللي هو كان اسمه شنو شنو تونسي لله جزي خير قالك برضك ما بيخرجش وبيقدم طلب او بيجيبش هادة قيد من الدراسة من الجامعة ان هو بيدرس وما ينفعش ان هو يسيب الجامعة ويسيب البلد ويروح ويرجع تاني ويعني يغير اقامة الطالب من اقامة من اقامة طالب لي اقامة متزوج يعني يطلع بره البلد ويرجع تاني بفيزا جديدة وسيل جديد او نوع جديد او غرض جديد اللي هو بتاع الزواج بعقد الزواج لنا النوع الرابع اللي انا هقولكو علي ده طيب فبيعادي بيغير ونفس الكلام اللي قاله ياسين هو هو اللي قاله سامح ولكن هي بتاع الشهادة القيد دي بردك كان سامح عمل الموضوع ده وبناء عن تجربته الشخصية يعني انا بقول للناس بقولكو دلوقتي دي تجاربنا الشخصية انا مش بفتي طيب نوع الثالث في اخ ليكم فلسطيني اسمه محمد الله يجزي خير بردك ايضا يعني بردك دي بالمصر يعني ايضا قال لي ان ليه صديق فلسطيني بردك اللي هي ايضا مسك العصايا من النص مسك العصايا من النص ازاي بقى يا معلم انت هو ان هو كمل دراسته يعني هو تجوز وكمل دراسته عادي وبعد المرور سنتين راح قدم على الاقامة الدايمة على طول بس كان هو عايش يعني ساعة ما جيه قدم على الاقامة الدايمة لازم طبعا ان هو يوجد لنفسه مكان مشترك ليه هو ومراته طيب واحد يقول لي هل العنوان ده يكون لازم بيكون بأصل راجعي يعني مثلا يفضل سنتين عادي على الفيبش جيتي متسجل وبعد كده قبل ما يقدم على الاقامة الدايمة يكونوا عاديين مع بعض والله يفضل من البداية ولكن ان لم يتيسر الامر فقبل ما تقدم على الاقامة الدايمة لازم يكون عنوان تسجلكو او عنوان تسجلك انت تحديدا ما يكونش على الفيبش جيتي يكون على عنوان سكن خاص وعشان يسر الامور ونوضح الامور اللي عايز يدور على سكن لان مثلا اهل العروسة واهل امراتك بيرفضوا يسجلوكم لان زي قبل كده ما قولت في فيديو سابق ان بياخدوا حاجة اسمها اعانة من الحكومة اسمها سبسيدي فطبعا مش هيضحي بحاجة دايما عشان حاجة انت هتقدمها له ان شاء الله حتى تفعله فلوس التسجيل مقدمة لان انت ممكن تدقل على تسجيل تاني يحصل لك اي حاجة تشتري سكن كده فتلغي نفسك من عنده فمش يقولك لا انت لغيت لكن هيروح يقدم تاني على موضوع السبسيدي هيقول له لا هي مرة واحدة بتقدم عليه واحنا قابلنا اوراك مرة واحدة فمش خدمين اللي جابوك يعني فهمش هيضحي بحاجة زيك فاللي يسألني يقول لي انا ما عنديش وساعدني زي ما ناس كتير اللي يجازيهم خير ويحفظهم ويصلهم وامورهم في صديق بلعب معايا كورا تونسي اسمه امين لعيب اوي على فكرة وبيلعب في نادي لأفريقا تونسي يعني بس اجبال يعني وابن لازين اللعيب لعيب يعني انت كان بهدلنا بصراح فوقص صغير روحنا خلاص يعني ماشي بكل واحد لابس الكلسون ورابط ظهره بحزام فالحمد الله على كل حال مهم ده مش موضوعنا اخونا امين عمل ايه جاب له دخل على الانترنت هوم راته طبعا مش لوحدك ولقوا مكاتب اللي هي بتسجل الناس بيه نقود انا طبعا وامانة تاني يعني انا ضد الموضوع ده ولكن دايما بقول حاجة الضرورات تبيح المحزورات يعني ايه الضرورات تبيح المحزورات يعني مجبر اخاك لا بطل انت ما عندكش طريق تاني فبتشوفوا الموضوع ده ولكن بنصحكم لوجه الله لازم تبع عارف انت متسجل فين ومكتب هو اللي مسجلك مش واحد مثلا عربي ولا حتى اوكراني بلاش نركز على العرب بس لانه مش هم كلهم نصابين وكلهم نصابين اولاد ستين كلب الا من رحم ربي ولكن فيه اوكران بردك اوسخ من العرب فاللي يسجلك يكون عنده مقر وعنده مكتب وده بقى عارف انت متسجل فين لانه مستقبلا ممكن تتسئل السؤال ده اتا حضر لك متسجل فين او عنوانك ايه دي حاجة يعني حتى مش هقولك مثلا الاسبقوة ولا ميجريسيوني سلوشبا ممكن يسألك السؤال ده وانت في البنك بس يقولك بشيت بجالوستا ادريس ماشي يعني اكتب لو سمحت اللي ايه العنوان بتاعك ولو ما عرفتش تكتب هتملهولو ولو ما عرفتش تملهولو هيبصلك وبرقلك ولكتش عارفت تنساكم فين فهي اكد فلازم تكون لقيت عنوان ده رأي واحد اه تالت اللي هو رأي اخونا الفلسطيني محمد رأي العبدالله رحت مكتب اللي هو الجلافني اللي هو المركز الرئيسي يعني جلافني يعني الرئيسي وسألت فالست هناك مشكورة قالتلي لا حضرتك سواء انه في سنة تحضرية او هو في سنة دراسة بيوقف دراسته مؤقتا معرفش ازاي بصراحة و بعقد الزواج بيسافر لبلده بياخد تأشيرة تانية اللي هي نفس التأشيرة بتاعت الاقامة المؤقتة بتاعت الطالب ولكن بتختلف تأشيرة طيب دي تسعين يوم شارح فيها سبعين يوم بيسيل براكي بغرض اللي هي بتاعت الزواج بغرض مخصصة بالزواج الغرض منها هو عمل اقامة مؤقتة سنوية بغرض الزواج اللي هي بتجدد وانت في اوكرانيا سنة وراسا طيب فيه ناس بتقول ايه ده اللي تقول فقالتلي طب ما هو كده هيضيع نفسه في الدراسة هو جاي يدرس وربنا قرمه بواحدة وقالتلي هاش ربنا قرمه يعني وانه نتجوز فقالتلي هو ده القانون اللي عندنا الجديد المستحدث اللي احنا ماشيين به تمام تمام ممكن يكون ياسين ممكن يكون محمد ممكن يكون سامح عملوا الموضوع ده قبل فترة ولكن الموضوع ده في 2019 اما سألت قالوا لي او قالتلي الستة كده اللي هي الرئيسة كمان تمام فاحقا للحق انا ليه بقول الاربع تجارب دول تمام ليه بقولهم عشان نقفل كل أبواب النصب يعني يبقى عندك الاربع اختيارات ولكن انا دايما لايه نصيحة الأخيرة مش هقول ان انا افضل من ياسين او سامح او محمد الله يجزيهم خير لاني دي تجاربهم من الشخصية وذكروا هالي ودي مست القناة والله الحمد ان فيه ناس طيبة جدا ما عندها اشواء تفتح قناة وتصدع نفسها فلاقت العبد لله اهو بيعمل حاجة لله فراحوا برضك ايه مشتركين وهو كله لله وما عند الله خير ونقف مهم فنصحتي روح دايما للجهة اللي انت هتسلم فيها اوراقك هي ايه بقى هي وفي حاجة صغيرة وتركة صغيرة فيه لا مركزية رهيبة جدا فيه اوكرانيا فيه اتخاذ القرارات انا بقولها لك بصراحة بقولها لك دلوقتي على الكاميرا يعني ايه لا مركزية رهيبة يعني ممكن في دنبرو يقول لي يخرج ولازم يرجع في بلطافة يقول لي لا مش ممكن يخرج يعامل نفس الموضوع زي ياسين يجي مثلا نفس اللي تقلي مثلا في زبروجيا او في خاركف يقول لك لا ما يخرجش واخدين بالكم فليه انا قلت اللي اربع حاجات دول عشان اسد زي ما قلت ابواب النصب عشان ما واحد مثلا يقول لك ليه برامضة حباغلة وحمر ومش فهمها عجب اي حاجة وانت لازم تعمل الموضوع كذا كذا وانا هخلصه لك فتقول له طب ماشي ما هو البغل اللي انت بتقول عليه ده قال الحكاية دي باردك طب هو لا خلاص سيبك منه اللي نخلص لك الموضوع بالطريقة التانية طب هو قال نفس الحكاية عام البغل ده باردك تمام طب بقول لك يا عام لا رامي ولا ده ولا انت ولا اي حد سيبنا نروح اسأل بنفسي في الامجرسوني سلوشبا او لو احتجتك هلاقيك وانا كده كده معايا امراطي الاوكرانية اللي بتتكلم اوكراني بنت البلد وهي هتبقى زي المترجمة والسفيرة امراطك يعني هي يعني اكتر خل الله اماناتا عليك حتى لو هتشتغلك هي كمان في فلوس ولا حاجة عشان تجيب لها مثلا بانطلون ولا اي حاجة يعني انت فاهم بس طبعا انا بهرج معاكم مش كبه فدائما ما تلجأش لأي حد عربي او اي حد اوكراني واقف قدام الميجرسيوني سلوجب ما تلفش حوالين السؤال ما تلفش حوالين طابق يعني ما تقعدش تخش على قناة رامي قناة مش عارف مين مش عايز اذكر اسماء عشان محدش يزعل يعني ما تقعدش تلف وتسيب المكان رئيسي بس هو كويس انك تدخل على القنوات لسبب بتلم معلومات بحيث ان انت برايح تسأل رايح تسأل وعندك باكينج عندك خلفية معلومات في دماغك اما تقلق واحدة منهم تبقى العملية اللبست معاك او اتجربت معاك عشان محدش نتقاش في ايد واحد نصاب او بني ادم لا يتقل الله فيك تمام طيب بكده الفيديو ده يكون خلص وده كان رأيي في موضوع ازاي تحاول اقامتك المؤقتة لاقامة دايما جزيل الشكر لاخونا ياسين من دولة من المملكة المغربية واخونا سامح من دولة تونس واخونا محمد من دولة فلسطين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة